بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عزيزي تلميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الكثير من التلميذ لا يعرفون كيفية كتابة الأطوال على الجدول الكثير الكثير فالقسم كامل تصيب ثلاثة ربعا يعرفوا يكتبوا الأعداد أو الأطوال على الجدول أما بقية التلميذ فكلهم يخطئون الآن تبع معي عزيزي التلميذ كيف تتعلم كيفية كتابة الأطوال على الجدول بدون أخطاء لاحظ معي أن العدد أو الطول الأول وهو 43 سنتيمتر 43 سنتيمتر راني ملون اللون ثلاثة بالأحمر علاش لأن هذا الثلاثة اللي راني ملون باللون الأحمر هو اللي يجي في خانة السنتيمتر يعني الأحمر هو اللي يجي في الوحدة اللي راهي مذكورة 43 سنتيمتر إذن الأحمر هو 3 هو اللي يجي في سنتيمتر هكذا إذن 3 جا في السنتيمتر 43 سنتيمتر إذن 3 هو اللي يجي في السنتيمتر ثم يأتي الأربعة بعده هكذا 43 سنتيمتر وإذا تأكل أستاذ 43 مكتوبة هكذا في الجدول وقال لك أقرأها أقرأ 43 بالصحة الوحدة بورس سنتيمتر أذكر الوحدة اللي فيها الأعهاد إذن هكذا تقرأ 43 سنتيمتر الآن عندي 178 ديكا متر لو أنتلك الأعهاد باللون الأحمر لماذا؟ لأن هذه الثمانية هي التي تكتب في خانة الديكا متر هكذا إذن الثمانية هي التي تكتب في الديكا متر وتليها السبعة ثم الواحد هكذا 178 ديكا متر ولو أعطاك الأستاذ مثلا عدد بكتوب على الجدول وقال لك أقرأ لي أقرأ له العدد نورمال عادي جدا 178 أما الوحدة أذكر اللي راه فيها الأعهاد الآن الثمانية راهي موجودة في الديكا متر إذن نقول 178 ديكا متر عندي كذلك 509 سنتيمتر إذن لو أنتلك العدد 9 باللون الأحمر اللي خاطرش هو الأعهاد هو اللي غادي يجي في خانة السنتيمتر هكذا إذن 9 جي في سنتيمتر والسفر يجي في الخانة التي بعدها ثم العدد خمسة إذن هذا العدد يقرأ 509 سنتيمتر الآن عندي عدد بالفاصلة يعني عدد عشري كيف أكتب هذا العدد العشري على الجدول لاحظ الكثير من التلاميذ يحسبوا بالعدد ثمانية يعني 17.8 متر يحسبوا ثمانية هي الأعهاد لا ثمانية هذا جزء من عشرة أنا نشوف العدد الصحيح هذا هذا عدد عشري العدد العشري يتكون من جزءين جزء صحيح وجزء عشري 17 هي الجزء الصحيح وفاصل ثمانية ثمانية هي الجزء العشري الآن ناوين نخرج الأحد دائما من الجزء الصحيح إذن الجزء الصحيح هو 17 إذن الأحد هو 7 إذن السبعة بها بالفاصلة التاحة يجي في خانة المتر هكذا 7 فاصل ثم نضيف الواحد هنا ونضيف الثمانية هنا إذن هنا تنقرأ 17.8 متر ولو أعطاك الأستاذ عدد مكتوب في الجدول بالفاصلة أقرأها عادي 17.8 ونبعد نحوصها للأحد وره إذن الأحد ره موجود في المتر في الجزء الصحيح إذن نقول 17.8 متر ولو نقول نقرأ قرأة آخرى ونقول 17 متر فاصل ثمانية 17 متر فاصل ثمانية الآن عندي 100 أو عندي 1 فاصل 943 ديكا متر كنت سقسي التلميذ وتقول له ورلي للأحد وره مباشرة يروح للعدد الثلاثة وهذا خطأ خطأ فادح الآن أنا عندي 1 فاصل الجزء الصحيح هو الواحد إذن هو الأحد أما التسعة نسميها جزء من عشرة تسعة أجزاء من عشرة أما الأربعة فهي أربعة أجزاء من مئة والثلاثة هي ثلاثة أجزاء من ألف إذن الأحد هنا هو الواحد هو الواحد إذن الواحد فاصلة به بالفاصلة التعال يجي في خانة الديكا متر هكذا واحد فاصل ثم أكتب التسعة ثم الأربعة ثم الثلاثة إذن هكذا يكتب هذا العدد على الجدول انتبعوا دائما الجزء الصحيح الآن عندي سبعة عشر فاصل خمسة وثمانون ديكا متر أيضا إذن الجزء الصحيح هو سبعة عشر والجزء العشر هو خمسة وثمانون إذن هنا الجزء العشر يسبعة عشر إذن الأحد هو العدد سبعة إذن السبعة بها بالفاصلة التحال تروح لخانة الديكا متر هكذا ثم نكتب الواحد إذن سبعة عشر ديكا متر فاصل خمسة وثمانون إذن هكذا نكون قد تعلمنا كيفية كتابة الأعداد أو الأطوال على الجدول عزيزي التلميذ أعد هذا الفيديو مرات ومرات حتى تتمكن من فهمي هذا الدرس حتى تتعرف كيف تكتب الأطوال على الجدول بدون أخطاء إلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته